استتوقفنا عند التقرير الموجز الذي رفعته لرئاسة الجمهورية ووصل إلى رئيس الجمهورية وطلع عليه عن طريق طبعا عن طريق مدير ديوانه العربي بالخير ربما أخطأت في نهاية الجزء الأول هو رئيس الجمهورية والذي طلع على التقرير وليس مدير ديوان العربي بالخير ربما استوقفته عبارة وعندما وصل إلى تلك العبارة أغلق الملف وقال أترك لك تقص لنا القصة بالضبط نعم طرح الله فيك في الحقيقة في بداية في نهاية أبريل تصل بي العبارة خلي أنه كان عنده في نهاية أبريل سنشحب ألفين ألفين واثنين ألفين واثنين ألفين واثنين اللي يريد للتقارير من العدلة ومن اللي جيد فقط ليكون المشاهد في سويا يعني هذه بعد عامين وانتاك في حرب مع القضايا وفي ضد الفساد حرب ضروس وصلنا لأبريل ألفين واثنين عاية للمرحوم العربي بالخير قل لي ودي جاتنا النتائج ما شاء الله قل لي ماذا بيك تدير التقارير للفخمة الرئيس وتحكيله على الحواجز لزوبستاك وديبنا الحلول لا تقترح ما دمرك في الميدان قل لي حاجة قل لي ودي رأيك أهلتني بالعربية وانتاك ديروا لي بينا قدرت له بالعربية والفرنسي ديت له وانا الرئاسة عندي مكتب للفرنسي دلت له واحدة العبارة عايت لي واحدة جنرال الصديق من درك الوطني راه قل لي واش دلت له كان عندهم جمعة ثم صاحب واحد هو وصلته معلومات حول تقرير قالهم هذا ما يعلمناش كيف نخدمه وما يورنناش وش نديره وما نقدرش نقول لك يعني هذه هي العبارة التي أزعجت الرئيس بطريقة أنا ذاك هاي نقرأ هالشح وهكذا نرى سيادة الرئيس أن مآل الملفات الجمهوركية الإتلاف راني يقول خورها من الإتلاف والاندثار والتزوير عملا بمبدأ عجيب وهو أنه من لم ينهب فلن تقوم له قيامة هو وذريته إلى يمدي من لم ينهب من لم ينهب فلن تقوم له لن تقوم له قائمة هو وذريته إلى يمدي ربما هذا ما ينطبق عليك فيما بعد وهذا ما حصل لك بالضبط بالعكس اللي ما يكش يتحسب أنت يعني ما كليش وما نهبش وصرالك المنكر فيما بعد موسيقى